ناخد مع بعض الوقت تدريبات على الترسيل التالت وي الرابع بداية من صفحة 184 بيقول لي هنا أول سؤال تشوز اختار ذاك وركة عنصر الإجابة الصحيحة رقم واحد في الاختيارات بيقول لي نقط cars go without a driver عايزي يقول يعني بتمشي كده without يعني بدون بدون driver اللي هو صائق عايزي يقول السيارات ايه اللي بتمشي بدون صائق طبعا اسمها driverless cars السيارات التي بدون صائق بتمشي كده بالكمبيوتر دي السيارات بتكون اسمها driverless cars السيارات ايه بدون صائق رقم اثنين بيقول لي ايه نقط help us to produce electricity ايه يا طرق اللي بيساعدنا ان احنا produce electricity يعني ان احنا ننتج الكهرباء ايه اللي بيساعدنا ان احنا ننتج الكهرباء طبعا يقصد هنا الواح الشمسية او الواح الطاقة الشمسية اسمها solar panels الالواح الشمسية دي بتساعدنا ان احنا ننتج الكهرباء عن طريق تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية رقم ثلاثة بيقول الناس سوف لا تستخدم سوف لا تستخدم البترول في المستقبل الناس في المستقبل مش هتستخدم البترول يبقى هيستخدموا سيارات ايه هما مش هتستخدموا البترول يبقى هيستخدموا سيارات ايه electric يعني كهرابي هيستخدموا سيارات كهربائية سيارات تعمل بيه الكهرباء رقم اربعة بيقولي هي nice temperature يعني درجة الحرارة nice اللي هي اللطيفة او الجميلة Tad is hot بتكون حر but not hot لكن مش حر جدا or tex Ace call تدعي او تسمعي درجة الحرارة لو حر لكن مش حر buckets دي اسمها ايه طبعا اسمها warm warm يعني دافئ دي لما يكون الجو دافئ درجة الحرارة بتكون حر يعني لكن مش حر قوي جو كده دافئ رقم خمسة driverless cars السيارات التي يبدون سائق will be safer هتكون آمنة أكثر أو أكثر أمانا بتكون أكثر أمانا and there won't be any ومش هيكون فيه أي طالما قال لي آمنة أكثر يبقى مش هيكون فيه أي accidents مش هيكون فيه أي حوادث رقم ستة is a machine that can fly بتكون آلة أو ماكينة بتقدر إن هي بتقدر إن هي تطير but it doesn't have a pilot لكن بدون طيار بتطير بدون طيار اسمها إيه اسمها drone اللي هي طائرة إيه طائرة بدون طيار بتطير كده بتوصل الطرود بتطير عن طريق بيستخدمها مثلا الأنظمة الخاصة بيه أو زي جهاز كمبيوتر كده بتطير به بتوصل الطرود لأماكنها المختلفة يبقى ذا درون اللي هي الطائرة بدون إيه بدون طيار الطائرة ديت هي اللي بتوصل أو بتقدر تطير من غير من غير طيار بتوصل الطرود للأماكن المختلفة رقم سبع بيقول هنا يقول بيبول الناس في اليابان بيستخدموا سيمبول يعني بسيط بيستخدموا بسيط عشان يبنوا بيوتهم طبعا هيبنوا البيوت بمواد خام يبقى بيستخدموا مواد خام بسيطة عشان يبنوا بيها البيوت بتاعتهم يبقى كلمة اللي هي المواد خام يبقى بيستخدموا سيمبول ماتيريالز مواد خام بسيطة عشان خاطر ان هم يبنوا بيها المنازل بتاعتهم رقم تمانية بيقول ايوان اجود نقطة ديزاين ماي فيلا انا محتاج لإيه جيد عشان ان انا اصمم الفيلا بتاعتي محتاج لإيه محتاج لمهندس معمالي جيد يبقى ايوان اجود اركتكت انا محتاج لمهندس معماري جيد عشان ان هو يصمم لي الفيلا بتاعتي بعد كده عندنا هنا صفحة 185 والسؤال رقم 9 في الاختيارات بيقول هنا students in the future students اللي هم الطلاب الطلاب in the future الطلاب في المستقبل one need سوف لا يحتاجوا to go to schools مش هيحتاجوا ان هما يروحوا للايه مش هيحتاجوا يروحوا المدارس they will depend on روبوت هم سوف يعتمدوا على روبوت اللي هو الإنسان الآلي يبقى they will depend on بمعنى هما يعني سوف يعتمدوا على روبوت teachers اللي هو المدرس الآلي هيتمدوا على المدرس الآلي هو اللي هيشرح لهم بعد كده رقم 10 we can plant more trees as we have much in the garden عايز يقول إحنا نقدر إن إحنا plant إن إحنا نزرع more trees أشجار أكتر as لأن we have much نقاط إحنا نقدر نزرع أشجار كتير لأن إحنا عندنا مساحة كبيرة في الحديقة بتاعة المنزل عندنا مساحة عندنا حطة فاضية في الحديقة بتاعة المنزل كده نقدر إن إحنا نعمل إيه نزرع فيها يبقى we have much space عندنا مساحة عشان خاطر نقدر إن إحنا نزرع مساحة أو فراغ وهي space رقم 11 بيقول لي هنا إيه يقول لي بتكون آلة أو مكينة هذه الآلة أو المكينة بتستخدم الرياح لتوليد وإنتاج القهرباء عندي هنا إيه الآلة أو المكينة اللي بتستخدم الرياح لإنتاج وتوليد القهرباء طبعا يقصد هنا the wind turbine اللي هو إيه توربينات أو محركات الرياح التوربينات أو محركات إيه محركات الرياح دي آلة كده بتحول طاقة الحركة أو طاقة الرياح بتحولها إلى طاقة قهربائية رقم 12 أور النقط is a house that is made of ice and snow ده بيكون المنزل اللي بيكون مصنوع من التالج أو الجليد البيت اللي بيكون مصنوع من التالج مصنوع من الجليد طبعا اسمه إجلو إجلو اللي هو الكوخ منزل جليدي أو كوخ الإسكيمو أو المنزل الجليد رقم 13 بيقول هنا إيه أور النقط is a natural event يعني حدث natural يعني طبيعي حدث طبيعي when the ground suddenly moves حيث أو عندما الأرض suddenly فجأة بيحصل لها إيه موفز تتحرك الأرض كده لما بتتحرك فجأة بيحصل إيه بيحصل an earthquake بيحصل زلزال ده حدث طبيعي natural event بيحصل عندما the ground إن الأرض suddenly moves فجأة كده بتتحرك رقم 14 she can climb the mountain because she's afraid to عايز يقول هنا هي ما تقدرش إن هي climb إن هي تتسلك the mountain الجبل ما تقدرش إن هي تتسلك الإيه الجبل because لأن she afraid afraid يعني خائف هي بتكون خايفة إيه هي بتكون خايفة إن هي إيه إن هي تقع يعني تسقط يبقى she's afraid to fall بتكون خايفة إن هي تقع أو تسقط رقم 15 ساينتستس العلماء نوع predictions for the future every day عايز أقول يعني بيتنبأ كلمة يتنبأ هنا predictions اللي هي التنبؤات يعني for the future للمستقبل every day كل يوم عايز أقول يعني إن العلماء يقوموا بعمل تنبؤات للمستقبل كل يوم يبقى العلماء make predictions يقوموا بعمل تنبؤات في المستقبل أو تنبؤات للمستقبل يقوم بعمل predictions تنبؤات for the future للمستقبل تنبؤات للمستقبل تنبؤات